أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم باب فضل الجماعة ووجوبها هذا كان باب فضل الجماعة جماعات فضل قيد أي أبابيا إيا ووجوبها جماعات وجوب قيد أي أبابيا الحديث الأول هو الحديث كوبات مرويون ملا ورية واي عن ابن عمار عبدالله بن عمار رضي الله عنهما أسي أبي الله كرال نقدار أن الرسول الله إلهي رسولكي صلى الله عليه وسلم قال إنه ويري أهل لغا ورية عبدالله بن عمار سلاة الجماعة جماعة سلاة ديدي أفضل أفضل كفضل بدنواي من سلاة الفضي قفك كليقية سلاة دوكدا أي كفضل بدن تاي بسبعين وعشرين لباتا إيا تضبأ أي كفضل بدن تاي درجة من درجة أو درجة قفك كليقية دوكدا إيا سلاة جماعة لقد دوكدا سلاة جماعة لقد دوكدا قفك جماعة كدوكدا سلاة ديسوحي قفك كليقية دوكدا كفضل بدن تاي تضبع ايالاواتان درجو ايه كفالي بضانتاوات ماشا مركا مايشان وحواي حديث كان جماعة ايواسنا كاللاواتان جماعة مركا سيان حديث تهدو قابكا اصوريهنا انسلفهنو جماعة سيقود احانيت مركا اللجوغو مذهب كا امام ابي حنيفة اللجوغو او امام يدقو وينا اي امام مالك اي امام شافعي جماعة واسنة مؤكداوات سنة مؤكداوات جماعة لا يتأيونو وحيقوا اني تا فرضو قفايا اني تاوجد امام احمد اي ادباع دي اي اهلو حديث كان ركوم دا او حيقوا اني تا فرضو حين اني تاقوا داهريين تنملك اليرانو وحيقوا ان جماعاتو اني تا شرد لسحة السلات شرد كميدا سلات دا انسحتان كيدي بكميدا اني جماعاتو تاقوا ماد اذا او مركا انتا سكره كاستا مركا حديث سوريتا اقنا مركا ساسا السلام عليكم 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 السلام عليكم